الله يا أنا النهاردة ما كنتش عايزة أتكلم في مثل هذه الأمور ولكن تخيل حضرتك بأن الاتحاد الأفريقي النهاردة قال أن التذاكر سيتم توزيحها كتالي وده حقه محدش يقدر يقولها يا حاجة التذاكر يمكن 20 ألف لجمهور عام و10 ألاف للأهلي و10 ألاف للمغرب أو للوداد وخمسة راعي زي ما حضرتك شايف الكاف مراكوفان أنونس طبعا عن 20 واحد و20 شامبينز ليج فاينال تيكتينج أند سبيكتاتور انفورميشن ده أي حد عايز يخش ويعرف كل ما يخص هذا الأمر وده البيان كامل بقى من أوله لآخره تقدر حضرتك تقرأ وتعرف أن خلص 45 ألف متفرج 20 ألف أو 10 ألاف لنادي الأهلي و10 ألاف لنادي الوداد و20 ألف جمهور عام وخمسة رعا مرة تانية خلينا أشرح لحضرتك يعني إيه جمهور عام الجمهور العام ده يا فندم اللي هو زي ما قلت لكم كده في بداية كلامي مباراة ريال مدريد وليفر بول يوم السبت في 1500 مصري هيروحوا يحضروا المباراة دي طيب هيروحوا يحضروا المباراة دي ازاي هيروحوا يحضروا المباراة دي في باريس لأنهم دخلوا على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي واشتروا من التيكت الجمهور العام التيكت بيبقى أو تذاكر بتبقى خارج الناديين الناديين ما لهمش علاقة بيه واللي بيشتريهم أي حد تاني خلاص هل ده ممكن يحصل في أفريقيا طبعا أنا متخيل معرفش بقى حضراتكم معايا ولا لأ أنا متخيل إن العشرين ألف جمهور عام دول هيبقوا كلهم مغرب كلهم وداد جمهور عام الوداد ده معرفش أنا شايف كده فهل ده ممكن يحصل هناك في مباراة ريال مدريد وليفر بول لكن ما بيحصلش في أفريقيا إحنا لسه أول تجربة وأول مرة تحصل وأول مرة نشوف لأن المسافات بعيدة جدا جدا ما بين الدول الإفريقية وبالتالي حضراتك بتدي نادي الوداد اتحاد أفريقي يعني بيدي نادي الوداد تلاتين ألف متفرق عشرين ألف زيادة عشرين على عشرة بتوعي يبقوا تلاتين والخمسة الرعاة ما غرب على فكرة ما عنديش مشكلة ولكن ما تتحكش علينا ما هو ما ينفعش تطلع حضراتك تقول لي أصلي جمهور عام هو إحنا في سينما إحنا مش في سينما حضراتك إحنا في مصر وناس بتسافر وناس بتيجي وناس بتروح ما عرفش ما عرفش يعني من إمتى كان في جمهور عام في أفريقيا هات لي مباراة كان فيها جمهور عام مباراة واحدة حصل فيها أنا عادت أدور النهاردة أشوف مفيش مفيش يا فندم هل يعني مباراة النهاء الكنفدرالية هتتوزع كده أنا ده بصيت مفيش حاجة اسمها جمهور عام ولا أنت كاتحاد أفريقي كاتحاد أفريقي عايز تجامل برضو بأي طريقة حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا جدا يعني العشرين ألف ده حتى الجمهور العام ده كنت وزعته عشرة أوداد وعشرة أهلي خليك منصف مرة فحاجة لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر الحقيقة بحاجة يعني أنا مش عارف الواحد بصراحة لو لا لن إحنا رايحين بلد محترم وبلد كبير وشعب محب جدا للشعب المصري كانت هتبقى يعني خلي بالحضرتك أنا عمري ما اتكلمت ولا جيبت سيرة المغرب ولا الوداد ولا الرجاء ولا الجيش ولا حد خلص في المغرب كلهم إخوتنا وأصدقائنا وأحبائنا لكن أنا الكاف هي قضيتي ولو كان الكاف قال إن المغرب هتلعب فيها المباراة من أول يوم كان حد قدر يتكلم كان حد قدر يفتح بقه ده كلنا كنا هنهلل وحنتبسط وحنبقى مبسطين إن احنا مش هنروح نلعب في بلد آخر والله بجد لكن أنا بتكلم على كيفية الاختيار كيفية الاختيار حاجة بصراحة تخليك تبقى قاعد مش كده يا جماعة مش كده الظلم مش كده حتى في اختيارك لعدد التذاكر وكيفية توزيع التذاكر بالمنظر ده وبالشكل ده أعتقد كل الأهلوية زعلانين جدا 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 من اللي بيحصل من الاتحاد الأفريقي ونتمنى أنه يتم تغييره مش الاتحاد الأفريقي يتم تغييره ده بيجي بالانتخاب ولكن يتم تغيير سياسات الاتحاد الأفريقي الفترة القادمة أنت مخلتش حاجة إلا جيت فيها على النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر